السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتابق قناة التعليمية في هذا الفيديو هذا ان شاء الله سنتعرف على مشروع قرار في شأن تحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية إذا هذا المشروع هذا لجهد بوزارة التربية أو الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية يعني حسب الإسم الجديد الجديد في النظام الأساسي الجديد هذا المشروع عذاك يتضمن طريقة تكليف الليجان المختصة في ترسيم الأساتذة المتمرنين في المؤسسات العمومية هذا الليجان تصهر على توظيف الأساتذة المتمرنين كما قلنا في مؤسسات العمومية وغالبا هذا الليجان هذه تكون من مفتيش تربوي ومن مدير المؤسسة اللي كيشتغل فيها الموظف المتمرن أستاذان عضوان مزاولة لمهامهما بمؤسسات تربية والتعليل يعني كما قلنا المفتيش سيد المدير ثم أستاذان من غير المؤسسة التي يزاول بها الإطار المعني بالترسيم عمله ويرعى في اختيار أعضاء لجان الترسيم السلك التعليمي والمادات الدراسية وتعتبر أشغال هذه الليجان صحيحة بحظور ثلثي أعضائها على الأقل هذه الليجان اللي قلنا أنها اللي كتثار على ترسيم الموظفي المتمرنين تستند لجان الترسيم المنصوص عليها في المادة ثلاثة يعني في هذه المادة هذه في اتخاذ قراراتها على ما يلي يعني اتخاذ القرار جل الترسيم جل الموظف يتم على حساب ما يلي أولا الملف الإداري للموظف المعني بالترسيم ثم تقييم الدرسين المقدمين خلال حصتين دراسيتين يعني الأستاذ سيقدم الملفزيال لهذه اللجناء وسيقدم درسين درسين أمام هذه اللجناء يعني جوجل الدرس الطبيقية سيقدمهم أمام هذه اللجناء ومن بعد واحد مقابلة شفوية لمدة 15 دقيقة إذن هذه هي النقاط الأساسية لكتم أثناء الترسيم الموظفين المتمرينين الملف الإداري ثم تقييم الدرسين المقدمين خلال حصتين دراسيتين ثم مقابلة شفوية لمدة 15 دقيقة أمام هذه اللجناء وبالنسبة لسنوات الترسيم فغالبا الأستاذ المتمرين أو الموظف المتمرين يعني بعد سنة واحدة من تاريخ التوظيف يتم الترسيم وهو أو من بعد السنة التانية يعني بعد السنتين من تاريخ التوظيف يتم الترسيم وهو من المحتمل أنه في السنة الأولى بدل التوظيف الهو يدود عندها jährة لجنة كان يمر أمام هذه اللجنة عادي باش يتم الترسيم ديالو هذا بالنسبة لأسانية التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي إذا قلنا أدوى ما جاء به النظام الأساسي الجديد فيما يخص الترسيم الموظفي المتمرنين يعني الليجان المكلفة بهذا الترسيم وما تستند عليه هذه الليجان لترسيم الموظفين وبالتوفيق للجميع إن شاء الله